اشتركوا في القناة الشرق العربية اللي هي بعنوان لبنانيات نعم رح تفتتحوها اليوم هيك رح يكون الافتتاح صحيح اليوم ساعة 8 مثل كل سنة نحن نفتتح يعني بيتام لبناني إذا جهز التعبير يعني والسنة حبيت يكون معنا ايمة فنية وامة إنسانية لأستاذ غسان صليبة منواجه له تحية طبعا للفنان الكبير لأستاذ غسان صليبة اليوم الافتتاح على كم يوم رح يكون لأ نحن نفتتح نهار واحد نهار واحد بس لدينا كل نشاطات بالمبقى طبعا وتطويل الحفلات من بعد يعني كل 15 يوم بيكون في حفلة لحظة إيران في بحدود 13 14 أو 15 حفلين للناس ولحق الناس يعني هيدا دعوات عامة حضرتك قائد للأوركسترة الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق العربية كيف صرت قائد لهالأوركسترة وأمتن بأي سنة؟ بالـ 2011 قبل ما تبفى الدكتور ويد غلمية يعني كانت عيام مذكرة يعني أنه يكون موجود بهالمحل يعني كان ساقته كبيرة ظاهرة فيي أنا أنه يكون دير هذا المكان الصعب كتير من بعده وبلشت رحلي من 2011 صراحة كانت مكانت سهلة أنت عم تاخدي مكان يعني عم تسلم مكان خلف رجل كبير مثل ويد غلمية عنده وهايبته عنده قيمته الموسيقية الفنية الحضور بلشت وأنا يومتا قلتله يعني عطولي بقول قلتله أنه فيه فرق بالعمر بينه بينك بحدود 30 سنة بدي أتصرف بجرب أتصرف الأوركسترة هاتذين سنة كيف بجرب حركة غير يعني من هيك بقول أنا أكمل لما بدأه ويد غلمية بهذا المحل الفني أو الأوركسترة بالأوركسترة تحية لروحه طبعا أكيد مسئولية كبيرة يعني تتكون قائد أوركسترة وطنية يعني هيدا شغلة أكيد مهم قديش يعني بتحملك مسئولية أنا حملت مسئولية من أول نهار لما وضعت السياسة الموسيقية للأوركسترة أنه كنت شوف أنه كل البرامج الفنية اللي بتتقدم بلبنان يعني هاو الشباب بقدموا أغاني لكبارنا من القرس اللبناني من التراث من اللي ربين عليهم وفجأة بيتغيروا بروحوا غير محل وبيهملوا مطربيننا يعني ونحن أسقبنا بيعني السقافي شوية عنا وجهة نظر بمحل أو يعني السنائية السقافي عنا بقى ارتقيت أنا بأول حفلة لفرج الناس أنه لازم تكونوا الأمور بهالطريقة من هيك أنا قلت بمصر لما كنت بدار الأوبرا مع الفناني كررم يقدمنا هونيك يعني المصريين قالوا لي لأنه ليش قلت أنت بلبنان أنه أنا لازم يكون مصري مثل المصريين قلت لهم لأنه أنتم بمصر هون عطول موجود عبد الوهاب عندكم دار الأوبرا عطول أم كرسوم عطول عبد الحليم وعطول كل سنة يعني بقى أنا حبات تبلش بهذا المحل أنه في عنا نحن كبير مثل وديع الصافي كبار مثل الرحاب مثل صباح مثل سيدة فيروز مثل نصر الشمس الدين متوايد غلمية بقى بلاش قدم تحية وأول أولى التحية كانت في 2011 مع الأستاذ وديع كان بعده طيب وكان حاضر وكان مبسوط بالفكرة وين كانت؟ بقى مسرح أبو خاطر وتوالت بعدين سلمني مهام أكبر الأستاذ وديع أنه أعمل له طلب مني أنه ننفذ له 75 يعني يبيل ماسي لاحترافه للفن وانعمل بأصل أونسكو وأصل أونسكو صار يعني معروفين إحنا كنا عم نضج فيه منيح بالأوركستر قدمنا فريد الأطرش تقدم يعني حفلات كبيرة تقدمت نصر الشمس الدين وتوالت ولهلأ بعدنا ماشيين لا لوصلنا إلى هون بهاي الأمسة كمان كمان فيه تحية يعني قبل بسنتها قدمت للأستاذ منصور أحبانع كمان والأستاذ اللي شويرة يعني ما بتخلص مكبارنا عرفتي ما بتخلص أنا هيدا مفروض كل المؤسسات فني دل أتفكر باللي عمله لبنان وهيدا الوجع بنقلو عطول لبره للخارج يعني وما نكون بره بننفذ هيدا هيدا القرس من توفيق الباشا انتهاءا بالرحيم عم بتقول الخارج وين كابين غير مصر بدار الأوبرا كان في تجربة يعني مفصل مفصلية بأي سنة بألفين واتمنتعش لأنه كنت أول قائد أوركستر عربي بدير هزي الأوركستر العظيمة الكلاسيك الكلاسيكية هي يعني ما بتلعب عربي ببرنامج عربي بقى مرتين طلبوا مني أول مرة ظاهر حبوني يعني ونجحت بالفكرة كانت مع السيدي جاهدة وهبة وكان بس في أربع خمس أشخاص لبنانية معنا والبقية تسعين شخص كانوا عمانيين عمانيين بس ولكن سقفتهم سقفة الموسيقية سقفة كلاسيكية بالتامي يعني ما بيعرفوا بالعربي وفي تجربة صارت اني من عمان يعني اني من عمان بس بس سقفتهم بس بيحكوا عربي بس سقفة الموسيقية سقفة كلاسيكية ما بيلعبوا إلا منها كان الكتيب وإعداد الموسيقية يعني بيتماشى مع شغلهم يعني وكانت ناشحة جدا وقلتلك ظاهر انه اجينا التليفون بعت لتشهر انه حبيين نعمل أمسية تاني مع كانت أصعب مع نصير شمع عزف العود العراق الكبير يعني وكانت أمسية كمان كمان بعمان بنفس يعني بعت لتشهر طلبوني أنا بعت لتشهر با كانت هذي مفصل حلو تجربة كبيرة كانت وفيها رهبة وفيها خوف يعني مانا سهلة نعم ولكن كل تحدي بيزيد يعني بيزيد الإنسان خبرة بزيده عمى بهاك أمكان كبيرة بصور شوفي لبناء مابتعوه شوفي حالك يعني شوفي تنبصي انه هذة يعني السفير مونيك صديق الاستاذ السفير سماحة يعني بتعرفي بيفرحوا يعني بتفرح انت تعرفي عنها بيينبصوا فيك انه هذة أنا هذة اللي بحبه يعني وانا بالنتيجة بنقول اسم المعهد اسم الأوركسترا اسم المسؤول اسم لبناء وين ما كانت عم بتمسله ان كان مصر عمان او في محل آخر هذا اللي صار كمان بمشكور يعني كان الوزير غطاز خوري نقل الأوركسترا كان من حملنا على الكواد بالأسبوع الثقافي وهلأ دكتور محمد داود يعني يعني نفس الخطة مقامة كتير بالموسيقى العربية بموسيقتنا بقرصنا بالأوركسترا بقى الوزارة نحن وزارة الثقافي ماشي معنا هيك ماشيين حد بعض يعني بالمشكورين عظيم وقتا منقول موسيقى شرق عربية شو الفرق نحن وقتا نقول موسيقى شرقية ندمجمى العربية في فرق دكتور غلمية هو كترح هذا الاسم بسنة الألفين لما تأسس الأوركسترا بيكل بيقول انه هيدا واقع جغرافي يعني لما كتقولي شرق لما كتقولي موسيقى شرقية الصين ويعني عندك شرق الأقصى الفار إيست هو شرق يعني ممكن يعني شرقيين كمان بالمقابلة عندك مصر مرنب بأفريقيا مصر بأفريقيا من هيك الأحلى يكون أنه شرق وعربي بقى كام ناشح يعني يجب أن يكون شرقي وعربي يعني الاثنين متلازمان هلا هي فيها شبايت إذا بدك يعني ما يكون شرقي طبع الفار إيست يعني بتقسطو آئين نعم يعني مش عم نترجم عربيا إذا حنا بدي يقرى الموضوع على كبير أنه شرقي ممكن تكون شرقي تايلند صحيح صحيح وإذا قلت عربي بتشيلي بتشيلي مصر تنرجع مايسرو تنرجع على برنامجنا واليوم أي ساعة رح تفتتحوا لبنانيات نحنا براحكي بآخر كانت جيدة جدا يعني الأوركستر أعضاء الأوركستر مشكورين جدا يعني دعم المعهد رئيس المعهد اليوم ساعة 8 الأمسي رح تكون بس بطلب للناس يكونوا بكير لأنه إدارة المسرح عم بيسكروا البواب لما تنتلس الصالة والصالة بالساعة ستنجح أيضا المكان مكان هو مسرح أبو خاطر صار معروف يعني إذا ما كنا مسرح أبو خاطر بيكونوا لقونسكو نحنا أما لقونسكو هلأ عم بيترمم بقى أرتقينا نكون بهذا المحل وين بيصير على المزبوط على الطبية يعني على خط المتحف نعم الناس بيعرفوه يعني صاروا بيعرف يعني أصدقاء الأوركستر ساعة 8 تماما بيبلش بيبدأ لكن من الأفضل تواجد على السبعة ونص أفضل سيأخذوا محليتهم ما يتأخروا لأنه اللبنانيين بالطبيعتهم بيحبوا يتأخروا نحنا من وقت دكتور غلمية كان مقرر الموعد يكونوا 8 حنبلش يعني على البكلي عظيم لكن الزمان والمكان المسرح أدى بساعة بساعة بحضول 600 شخص لكن الدعوة عاملة لكل اللي بيحب نشرف ويستمتع بالموسيقى الشرق عربية والبرنامج منوع برنامج بشبا غسران صليبا خلينا خلينا شوي نفصل البرنامج نحن نبتدي بموسيقى للأستاذ عمتوان فراح هتكون مثل أوفيرتورية موسيقى جميلة جدا بعدها أستاذ غسران بيطلع بيغني كتابولي حبك لأستاذ منصور رحباني برجع يعمل غريبين وليل بعدها أحب يعمل للأستاذ وديع الصافي بيغني رحلفك بالغصن الليل ويا ليلة حلوة كتير رحلفك لعيوني غريبي بعدها بنعمل فاصل موسيقي لمرسل الخليفة موسيقى بنرجع نعمل الحلو اللي رح يصير هالمرة ممكن أول مرة رح تتوسق بصوته لغسران صديبة هي من عز النوم تبع السيدة فيروز اقترح ترى يغني شي لسيدة فيروز من ألحان في الموهبة وطلع رائعة منه من عز النوم بتسرقني رح نكمل بلق اسامة الرحباني بوطني بيعرفني وفي مشهدية عشد لصرخ ديب البحري اللي هي من مسرحية 800 كلها مع غسران صديبة وطبعا فيه الكرال رح يقدي كرال عشرين شخص دربته سيدة عيدة شالهوب الموسيقى الأمير رح تكون يعني إذا بغدنا الفنان غسران صديبة رح تكون فيه مقاطع موسيقية بس فيه بس المؤدمة مؤدمة وبالنصر يرتاح شوي يعني يرتاحوا الناس شوي من الكلمة بيتمطعوا بشو موسيقي يعني حيكي نعم شو موسيقي والنهية رح تكون أيضا مع الفنان غسران صديقة نهية عملي نعم البيس بيزينوا الساحة يعني عنقارة حلو كتير البرنامج طبعا برنامج شو برنامج يعني ريسيطال قديش بياخد وقت؟ مش أكتر من ساعة وربعة ما منطول أكتر من ساعة فيه انتراكت بين لا 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 ما بتح بس هي بالنص يعني فيه مقطع موسيقي بس أنا هوني حبي أعرف أنه البرنامج بالمستقبل حذرتك قلت أنه تقريبا كل 15 يوم أو شهر ستكون كمان مثل كونسير طيب فيه برنامج نحط هلأ للأيام اللي جاية اللأ بـ 17 أكتوبر في جنرال حرو رح يكون معنا ببرنامج موسيقي بأدمو نحن كل سن منصديف كوندكتورية لبنانية وعرب من بعدها رح يكون في شهر بروحانا هقدم أمسي كمان في أمسي رح تكون تحية لأستاذ فؤاد عويد الأكاديمي العظيم يعني رح تكون معي الأمسي عم تحضرها لأم عائلته رح تكون يعني برعا عم بيشتغل فيه اليومين أمسي حلو رح تكون موسيقى ومغنى وقرال وصولو رح تكون بنته معنا رح تكون مدامته عالفيانو معنا يعني هيك عائلية على فيها يعني حكون فيها عاطف كتير الحفلة شايفة أنا من بعد رح يكون فيه مبلش ضايف من سوريا اللي هو 54 بيكون معنا ومنبلش بالـ 2020 اتحدد اسم الضايف السوري عدنان فتح الله هو كل سنة يعني الضايف أنا يعني نعم يعني وأنا أول سنة طلعت كانت هذه السنة كمان المشاركة بسوريا ممتعة ورائعة كانت بدار الأوبرا كنت أول كمان قائد أوركستر لبناني بيدير هيد الفرقة السورية الوطنية وهالسنة حيكون فيه مشاركة تاني بشباط الجاية رح يكون لنا مشاركة نخلي الاسم لبعدين بس هتكون لا مشاركة حلوة كتير طبعا يعني انرسمت لك كل الـ 2020 وفيه من ضايف من مصر وممكن يكون فيه من تونس يعني ضيوف عرب أيضا لازم تعرفي هذا ضروري ما يكون الأوركستر تتنوع يعني هذه فكرة أخذتها من كيف بيشتغلوا الأوركستر الكلاسيك بتلاقي عندهم فيه جاست كوندكتر لقيت انه بالعرب ما بنعمل هيك نحنا بيستلم واحد شغل اللي بدأ قاعد فيها ليل نهار ومن كل العمر لا ارتقات انه خلينا نبدل خلينا نشوف الأوركستر شخص دار عن طريق حاجب هذا المحال وهيدا عطى غنى وعطى غنى للمكتب الموسيقية وعطى غنى للأوركستر يعطى ضوى تِعلى الأوركستر們 من خلال ليد الموضم القول اللي بيجوا من برها بتصويحكو عن Aqui من هؤكسترة لبنيني جدا عنده هوية لبنينية متل ما الأوركستر سوريا عنده هوية متل الاوركستر المصرية عنده هوية متل ما ما أركستر الوطنية الفرق الوطنية بالتونس عندها هوية بكل بحНет بقى هي الأوركستر بي megapشر عنده الهوية وعنده إسمع كبير في العالم العالمي طيب مايسرو خريان ندحكي شوي موسيقى زياد الرحباني الفنانة زياد الرحباني بقول انه اللي بيسمعوا موسيقى لوحدة قالوا كتير هل برأيك ذويقي يعني اللي عندهم اذن موسيقية ولي بيحبوا يسمعوا موسيقى صاروا كتير قلال وصاروا اللي بيحبوا الاغنية الخفيفة اخدوا هالمحال هدي التربية بالعالم العربي كله نحن نحب الكلمة الشعر يعني ما كتير تعودنا نسمع موسيقى مثل الاوروبيين باوروبا بتلاقي الناس راحين يعني بيدفعوا حق التمرين مش بس الحفلة صح صح بقى فيه مدرسة طويلة بالسمع باوروبا تختلف عنها بالموسيقى الكلاسيكية وزايد ونحن ما عنا ما قررنا نعمل موسيقى يعني موسيقى بالمعنى الناس نعود الناس نسمع موسيقى بس الرحباني عملوا المقدمات الموسيقية يعني كان فيه يعني كانت الموسيقى معاصي الرحباني اخدت دور مهم يعني الكلمة اخدت دور اكيد ولكن ايضا معاصي الرحباني الموسيقى اخدت حيز واسع عند الرحباني فيه مشروع فيه مشروع غنائي كان يعني ما كان المشروع موسيقى بل مع الموسيقى لانه برجى قالك بالدول العربية المشروع الموسيقى الظهر ما بعيش بعدين كانوا هن عندهم مشروعهم بالخمسينات وطلوع ووصلوا للهدف للمشروع بس يا ريت بهذاك الوقت الرحاباني وغيرهم فكروا يعنوا بالشهر مرة او بالشهرين مرة مسرح موسيقى ليعودوا الناس اسمع موسيقى كانوا كسروا كتير عنا كانوا ريحونا بجل معا الفنان زيادة رحباني حاول انما التجربة مع انه زيادة له يعني له ناسه له شعبيته يعني مع هيدا وكله ما نجح الجمهور كان ناطر الكلمة ناطر النكتة ناطر الكلمة نعم يعني جربوا كتير فنانين عرب يشتغلوا بس موسيقى يعملوا كونسيرات موسيقى يصرفوا لكن مظبوط انا باعتبر ما قاتلوا يعني كان لازم يقاتلوا اكتر انا بشوف ايك وبرجو ايك ان الزنب لازم يبلش من قبل من الاربعينات من الخمسينات ونحنا قطعنا بظروف الحرب يعني هاي كمان اثرت بس لو ما كان في حرب ما كنا يعني لي نبيم ما كنا رح نروح على الموسيقى يمكن نفسية اللبناني او ما بعرف او وعتاد على البجل والكلمة والشعر اكتر من سماع الموسيقى المجرد الواحدة انا رحت اكتر لما حكمونا الاطراك نحنا 400 سنة ظاهر نحنا ما قدرنا اتلناهم بالموسيقى يعني اتلناهم بالزجل او دفعنا عن نفسنا بالزجل وبالكلمة صحيح هاي الواجع الكبير هيدا كان عم بيفكر فيه وايد غلمية كان عم بيعمل لما اتل وايد غلمية ما حنا اتل بلبنان قد ما اتل وايد غلمية بهيدا المحل لم أسس الاركستر صحيح لما أسس الاركستر الكلاسيه كان هدفه الاركستر العربي يعمل يجيب حضور لا يسمع بس هيدا ما كتير نجح ما نجح انا موجود وعم شوف كنت ما قادر نجح الا لما يكون فيه عم نعمل شي لكورال تلاقي الناس كلها هجمية لانه الناس ما عود يبدأ الناس بدأ من قبل ويتغلمية بكتير انه حدا يحضر له هيدا لهذا المكان صحيح قلتلك الى جانب المسحة الغنائين كلهم يعني اذا بتشوف يبقى ارشيف زكي نصيف مثلا عامل موسيقى قطعة واحدة بس مع انه هذا الرجل العظيم كان فيه يعمل اكتر بس اكيد اخذته الظروف لغير محل كلية فيه منافسة غنائية يمكن كان السميع اللبناني يجبره او الشخص اللبناني او العربي يجبره ايضا على الكلمة على كل حال هيدا ممكن يكون من تقليد من تقاليدنا يعني اللي منختلف فيه عن الغرب ما تنسي مصر كمان كمان مصر فاتت بالكلمة زمان صحيح حضرتك قائد اركسترا بدي اسألك الموسيقى الكلاسيكية هلأ وين صارت موجودة موجودة بس تعرف الموسيقى الكلاسيكية بتلعب دور يعني بينما انا عطول يعني الاول مش لقلي للمدير السابق السيد سحن العميل اللي كان رئيس المعهد عظيمة الاول قال لي الاركسترا الكلاسيك كان يقول بتلعب دور يعني ما انت هلأ سكي عندنا ايضا اوبرا مايستر بس بينما الاركسترا العربي هي الرسالة هي بتوصل القرس اللبناني يعني ديك انت عم توصل بس بروري وجودة بكل بلد وهيدا عظيم بدلع على حضارة البلد كيف بتشوف مستقبل الاوبرا العربي اللي بلشته لراجو خدر واللي لعب معها غسن صليبة بالاوبرا وكيف بتشوف المستقبل بهيدا الدوماني انا مع الاتال مع الاتل واحد مانا سهل الدخول فيها بلش ويخرق يعني انا حضرت قبلوا عنتك يعني صديقي سيد مارون الراعية طبعا لا لا عاملين خارق وفي برجع قلك كان حلو؟ برأيك شو تقييمك؟ انا اخدت رأي احد الوزراء اللي هني بالسقافي يعني انه خطوة كويسة والدليل اللي حيقدمه بمصر حيكون بالإفتاح عرف اللي حيكونوا بمصر وهي دي خطوة عظيمة يعني لكن بتشجع يعني على الدخول هالمضمار طبعا اه كم الكبير من البنية عم بيشتغل جوها هيدا ممتاز يعني انا حضرتها بعمان يعني كانوا بعمان وللأسف ماسترو خلص وقتنا بي دقيقة بس بديك بالختم دعوة للمشاهدين ليحضروا الليلة الافتتاح بطلب من نيجو بكير واهلا وسهلا بالجميع ولا مرة كانت الأوركستر إلا دعوات عامة وهيدا حقهم كان بالكلاسيك ولا بالعربي وبطلب من كل اللي بيألفوا موسيقى الشباب اللي عم بيتعلموا انه قدمونا قطع موسيقية خرجت من سماعة موزعة متل ما عم بيصير بغرب الدين العربية ان تكون خرج الأوركستر وفيها توزيع يكون كان بالغربة ولا بالعربية نعم ماسترو اندريل حج انا بتمني لكم كل التوفيق ان شاء الله بتكون سهرية حلوة كتير وبيتمتعوا فيها كل اللي حاضرين وشكر موصول للكون مشاهدينا فاصل صغير وبتابع زميلة باميلا بالفقرتين الأخيرتين أنا بودعكن بشوفكن الخميس المقبل موعدنا معكن ببرنامج على الموعد بكرة بها الوقت إلى اللقاء اشتركوا في القناة